تكنو بلانيت مرحبا بكم في كوكب التقنية أيها المتابعون الأكارم أهلاً وسهلاً بكم في التسجيل الخمسين من تسجيلات ويندوز ديس بآخر التحديثات بعدما فرغنا من الحديث عن برنامج مضاد الفيروسات سننتقل إلى الحديث عن موضوع آخر يعتبر هو الخيار الثاني في خيارات حماية ويندوز أو سيكوريتي ويندوز هذا الموضوع أو هذا الخيار الثاني من الخيارات حماية الويندوز يسمى ببخوتكسيون دو كونت حماية الحساب هذه الحماية على ماذا ستنطبق بالتحديد في نظام الويندوز وللإجابة عن هذا السؤال بالتفصيل يجب أن نتحدث أولاً عن الحساب نظام الويندوز والأنظمة الأخرى جاءت بفكرة حساب المستخدم أي المستخدم الذي يستخدم ذلك النظام يكون له حساب على هذا النظام هذا الحساب يمكن أن يجعله صاحبه مقفولاً بكلمة سر ويمكن أن يخصص فيه من الإعدادات ما يشاء ومع تطور الأجهزة وشيوعها بين الناس واستخدامها بشكل متعدد من طرف الأشخاص في محل واحد أو في شركة واحدة أو في منزل واحد قامت الشركات المطورة لهذه الأنظمة بإضافة إمكانية الحسابات المتعددة أي أن نظاماً واحداً وجهازاً واحداً يمكن أن يحتوي أكثر من حساب في نفس الوقت وكل حساب من تلك الحسابات يتمتع بصلاحيات معينة حيث أن هذه الحسابات في السابق كانت حسابات محلية فقط ماذا نقصد بحسابات محلية؟ أي منشأة على نظام الويندوز فقط هناك حسابات أخرى كانت تعتمد على نظام الشبكة المنزلية ولكن هذه الحسابات فقط كانت لمشاركة الملفات وليس لاستخدام النظام بشكل كامل أما في ويندوز 10 فهناك نوعين هناك الحسابات المحلية والحساب السحابي ماذا نقصد بالحساب السحابي؟ الحساب السحابي هو حساب المايكروسوفت أي الكونت هوتمايل أو الأوتلوك أو لايفمايل الذي عندنا أي حساب شركة المايكروسوفت هذا هو الحساب السحابي أما الحساب المحلي فهو ذلك الحساب الذي نقوم بإنشائه عندما نقوم بفرمطة الجهاز ونكون في نافذة الإعداد نختار كونت لوكال أي حساب محلي ونقوم بإعطائه اسما وكلمة مرور إذا أردنا ذلك فكرة الحساب السحابي هي نفسها فكرة الحسابات الموجودة عند أبل في أنظمتها وأجهزتها وعند جوجل في أجهزتها وأنظمتها أيضا بنفس الخصائص وبنفس الأفكار أي إذا كنت قد ربطت الويندوز بحساب المايكروسوفت فسأستفيد من الواندرايف وأستفيد من البرامج التي تعمل مع الهوتمايل مثل البريد وإلى غير ذلك أما الحساب المحلي فيقسم بدوره إلى ثلاثة أقصام حساب المدير كونت دادمنستخاتوغ وحساب المستخدم كونت ديتجزاتوغ وحساب الزائر أو الضيف نسيت اسمه باللغة الفرنسية هذه الحسابات كلها يمكن التحكم فيها يعني يمكن أن نقوم بإنشاء أكثر من حساب في نفس الوقت على الويندوز وإعطاء الصلاحية لكل حساب من الحسابات بأن لا يقوم بحذف الملفات والبرامج وأن يتصل بالأنترنت في الساعة المحددة وإلى غير ذلك هذا الموضوع لن نتحدث عنه الآن وإنما سنتحدث عن حماية الحساب السحابي الذي سنقوم بربطه بنظام الويندوز لأن برنامج حماية الحساب عندما ندخل إليه جميع الخصائص المتعلقة به بما في ذلك طرق الدخول إلى نظام ويندوز وغير ذلك كلها يشترط أن نكون متصلين بحساب الوطميل لنقوم بالاستفادة من تلك الخصائص قبل أن ندخل إلى سكغة ويندوز يجب علي أن أشير إلى مسألة مهمة جدا وهي أنني سابقا كنت أنصح الإخوة بأن لا يقوم بربط حساب الوطميل مع الويندوز لماذا لا يقوم بربط الحساب مع ويندوز؟ لأننا عندما نقوم بإغلاق الحسوب وتسجيل الدخول مرة أخرى يطالبنا بإدخال كلمة السر الخاصة بالبرد الإلكتروني وهذه المسألة قد تكون مملة ومزعجة لبعض الإخوة في هذا التسجيل سنتعرف على كيفية ربط الويندوز بحساب الوطميل وكيفية تعطيل كلمة المرور عندما نقوم بتسجيل الدخول وفي التسجيلات المقبلة سنتحدث عن الخصائص الأخرى أو ما يتعلق بحماية الحساب وطبعا سنعرج على مسألة حذف الحساب إذا أردنا أن لا نستخدمه مستقبلا في هذا الحسوب طبعا حذف الحساب الحذف حساب الوطميل سيؤثر سلبا على جملة من الأشياء بما في ذلك حماية الويندوز من فيروسات الفيديا وأيضا إيقاف كافة الخدمات بما في ذلك كلمات المرور أو البصمة أو تعرف على الوجه الموجود في ويندوز وإلى غير ذلك كل هذه الأشياء سنتحدث عنها في وقتها إن شاء الله ولكن حذف الحساب سيعطل كل خيار قمنا بتشغيله فيما يتعلق بحماية الحساب لأن الويندوز عندما يقول لك حماية الحساب يعني حماية حساب المستخدم الحالي من القرصنة وإلى غير ذلك بما في ذلك طرق تسجيل الدخول وبعض الأشياء الأخرى وعندما سننتهي من محور حماية النظام سندخل إلى موضوع الحسابات المحلية وكيفية التعامل معها إذن نضغط على قائمة إبداء وننزل إلى غاية سيكوريتي ويندوز حماية النظام نرجع إلى غاية إغلاق التصفح طاب مرة واحدة الصفحة الرئيسية ننزل هذا حماية الويندوز من الفيروسات والتهديدات ننزل حماية الحساب نضغط بالإدخال على حماية الحساب عندما ضغط على حماية الحساب بالإدخال مباشرة أخذني إلى زر الاتصال نرجع إلى غاية بارامتر 2 sur 2 إعدادات 2 من 2 ثم نتصفح الكائنات إلى الكائن التالي الآن نقرأ الكائن التالي قال حماية الحساب يقول لك حماية الحساب وحماية الهوية حماية هوية الحاسوب أو حماية هوية الحساب يقول لك حساب الميكروسوفت طبعا حماية الحساب يقصد بالحساب حساب الميكروسوفت وليس الحسابات المحلية لأن الحسابات المحلية التعامل معها من مكان آخر نستعرض الكائن التالي يقول لك قم بتسجيل الدخول إلى كونت ميكروسوفت لتقوم بالاستفادة أو لتستفيد من الحماية ومجموعة من المزايا الأخرى قال لي كونت ميكروسوفت كونكشون بوتون في الكائن التالي نزيد للكائن التالي رؤية المزيد من المعلومات يعني رؤية المزيد من المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع نقرأ عن هذا الموضوع التجاهل لو تجاهلت هذا الخيار فلن أستفيد من أي شيء في هذا الخيار أو في هذا الموضوع في موضوع حماية الحساب لذلك الاخوة الذين يرغبون في تسجيل الدخول بالمايكروسوفت يقومون بتجاهل هذا التسجيل وما يليه إلى حين تغيير المحور يقول لك لاستخدام ويندوز إيلو اتصل بالكونت مايكروسوفت ويندوز إيلو نيبا كونفيجوري إدارة طرق الدخول طرق تسجيل الدخول للويندوز طبعا أنا أستعرض الكائنات الفيروياج ديناميك يقول لك بأن هذا الخيار أن تأثيرت الشاشة غير معدة أو غير مضبوطة لكنها موجودة أو متاحة على هذا الجهاز عندما أدغط على بارامتر ديناميك يدخل إلى البرامتر ولكن لا يقرأ نطيق أي شيء هذا يقول لك الفيديو ديناميكو يشرح لك التعامل مع هذا الموضوع نحن نلقف بالمؤشر العادي على بارامتر ديسور 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 نضغط طاب مرة واحدة نحن كنا نسعرض الكائنات سابقا والآن نضغط طاب مرة واحدة إذا أرد تسجيل الدخول أضغط على أنا سأقوم بتسجيل الدخول ننتظر قليلا إذن نحن الآن نقف على إدخال البريد الإلكتروني نقوم بكتابة البريد الإلكتروني ثم طاب يقول لك إذا أردت أن تقوم بإشاء حساب ميكروسوفت أو نسيت حساب الميكروسوفت سويفو التالي اسباس على سويفو يقول لك أدخل كلمة السر لهذا الحساب هنا يجب التركيز على هذه الأشياء يقول لك إذا أردت أن تقوم بتسجيل الدخول إلى ويندوز بكلمة سر أخرى يقول لك أكتب هذه الكلمة هنا نحن سابقا عندما كنا نقوم بتسجيل الدخول بالهوتمايل لم يكن يسألنا هذا السؤال في النسخة السابق لكن في هذه النسخة نسخة مايي 2019 يسألنا يقول لك هل تريد أن تقوم بتسجيل الدخول بكلمة السر الحالية ويقول لك أكتب هذه الكلمة طاب إذن يقول لك إذا دغطت على السويفو في المرة المقبلة ستقوم بتسجيل الدخول إلى هذا الحساب في هذا الويندوز بكلمة السر المتعلقة بحساب الهوتمايل إذا نضغط على السويفو بالإسباص لكي نقوم بتسجيل الدخول في مرة قادمة بكلمة سر الحساب الخاص بالهوتمايل وليس كلمة سر الخاصة بالويندوز لماذا أنا لم أكتب كلمة السر؟ لأنه في بعض الأحيان عندما سأقوم بإعداد بعض الخدمات سيطلب مني كلمة السر وإذا نسيت كلمة السر الخاصة بالويندوز فسيصعب علي التعامل مع تلك الخيارات لذلك يستحسن أن تكون كلمة المرور هي الكلمة الخاصة بحساب الهوتمايل حتى لا أنساها لذلك لن أكتب كلمة السر الخاصة بالويندوز أنا لم أكن قد أدخلت أي تكلمة سر سابقة للويندوز إذا نضغط على سويفون بالإسفاص وآآن أعطاني كليكابل CONFIGURY نتحرك بالآسهم صعودة إلى غاية بداية الصفحة يقول لك استخدام البصمة البصمة الخاصة بك إذا أردت أن تقوم بتسجيل دخول بالبصمة يعطينا تجاهل و CONFIGURY أنا سأتجاهل هذه الأشياء لكي أتحدث عنها لاحقا إذن التجاهل الآن إدخال أو إسفاص يقول لك كلمة سر خصوصية أو خاصة بك نضغط على CONTROL ORIGIN لنصعد إلى بلاية الصفحة لنقرأ الرسالة ننزل يقول لك اجعل الحاسوب يتصل بسرعة اجعل نفسك تسجل الدخول بسرعة إذا أردت أن تقوم بذلك فأكتب كود CONFIDENCIAL يقول لك بأن هذه الكلمة ستكون متاحة لإدخالها في الويندوز وغير متاحة في إدخالها إذا كنت متصل بالويب نضغط على بوتون سيلو مباشرة وننتظر الخطوة التالية بعدما انتظرنا قليلا جاءت هذه النافذة يقول لك فيها تقوم بإدخال الكود CONFIDENCIAL كلمة السرعة خاصة بك تأكيد على الكود CONFIDENCIAL إدخال الأحرف والعلامات غير محددة أوكي يعني موافق عنولي بوتون إلغاء الكود CONFIDENCIAL ضروري أن نقوم بإدخاله نكتب هنا الكود CONFIDENCIAL نقوم بإعادة كتابته مرة أخرى أنا أنصح بأن نكتب كود CONFIDENCIAL مكون من أحرف وأرقام وأنصح بشدة أن نجعله كلمات سر نستطيع تذكرها لاحقا بالمناسبة يجب أن نقوم بالتحديد على عبارة INCLUR أوكي بوتون ALT O أوكي بوتون إسباس الآن لو أغلقت الجهاز وشغلته سيطلب مني كلمة المرور الخاصة بحساب الهوتمايل ولو قمت بوضع الحاسوب في الموضفاي في وضع السكون أو السوبات سيطلب مني هذه الكلمة مرة أخرى نضغط على Windows Plus L لنقوم بجعل الحاسوب في وضع السوبات نحن في شاشة الفروياج شاشة الدخول وشاشة القفل نضغط على أي زر يقول لك بيرو سيكوريزي سطح المكتب آمين يقول لك اعطيني الكود CONFIDENCIAL لتقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب نقوم بإدخال الكود CONFIDENCIAL الكود الذي كتبناه سابقا ليس كود الهوتمايل وإنما الكود CONFIDENCIAL ثم طاب إلى ENVOYE أو إدخال مباشرة بعد كتابة الكلمة بيرو لست بالابولكا 28 بيرو لست بالابولكا بيرو لست بالابولكا إذن هذه المسألة من من الله مزعجة قليلا لذلك ماذا سنفعل الآن؟ آخر جزئية في هذا التسجيل هي كيفية الاستغناء عن طلب الويندوز مننا تسجيل الدخول بكلمة المرور نضغط على Windows Plus R ثم نأتب N-E-T-P-L-W-I-Z N-E-T-B-L-W-Z إدخال يقول لك في الرسالة هذه ها هو البرنامج الذي سيقوم بالتغيرات النظام سيطلب من هذا المستخدم إدخال الاسم وكلمة المرور نزيل العلمة العلمة التحديد ثم مجتب لغاية اوكي بطن يقول لك بأنك ستقوم بالسمح لجميع الأشخاص باستخدام هذا الحسوب لو قمت بإزالة هذا الخيار أو شيء من هذا القبيل يقول لك أدخل كلمة السر للتأكيد ندخل كلمة السر ثم طاب تأكيد كلمة السر لأن الموضوع خطير كما يعتقد الويندوز ثم طاب طبعا هذا الخيار أنصح به للإخوة الذين لا يريدون أن يدخلوا كلمة السر بعد إيقاف الحاسوب وتشغيله مرة أخرى ولكن بما أنني قمت بإدخال البريد الإلكتروني وأريد أن أحمي النظام من تسجيل الدخول له من طرف المتطفلين أو أي جهة أخرى فلا يستحسن أن أقوم بإزالة التحديد عن هذا الخيار أنا سأعيد تحديد الخيار إذا ندغط على ويندوز plus R ثم نكتب نت 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 بل وي ز نت بل وي ز إدخال نوافق على رسالة سطح المكتب الآمن أحدد بالمسافة ومجطبي لغاية OK نحن الآن قمنا باسترجاع الأمر إلى ما كان عليه أي عندما سأقوم بإغلاق الحسوب وتشغيله مرة أخرى سيطالبني بكلمة السر أنا أنصح بهذه الأشياء لكي يبقى الحساب محمي إما بكود كونفيدونسيل الذي كتبناه أو بكلمة سر الإيميل طبعا أنتم تعرفون أن الحسوب لديه جملة من الطرق التي يمكن أن نغلقه بها هناك السبات والسكون والإغلاق وإعداد التشغيل والقفل القفل بWindows Plus L عندما نقفل الحسوب بWindows Plus L لا يمكن أن لا يطلب مني كلمة المرور عندما أريد تشغيل الحسوب لماذا سمي قفلا لأنه يعتمد على هذه المسألة أما في وضع السكون في الفاي يمكن أن نجعل الحسوب لا يطلب مني كلمة المرور ولكن بما أنني قمت بإدخال البريد الإلكتروني وأنا أعرف لماذا قمت بإدخال البريد الإلكتروني لأنني أريد أن أحمي الحسوب فأرى بأن تلك الأشياء ليس لها معنى ولكن نشاء بالشيء يذكر إذا أردنا أن نستفيد من الخدمات التي يتيحها ربط النظام بالهطمي يمكن أن نقوم بإدخال البريد الإلكتروني ونقوم ببرمجة الحسوب على أن لا يطالبنا بكلمة السر في أغلب الأماكن التي ندخل إليها إذن نختم بكيفية جعل الويندوز لا يطالبني بكلمة المرور عندما أخرج من السكون أضغط على ويندوز بلوس أغ ثم أكتب جي بي الجي التي بجوار الـ F والـ P ثم أدي ت يعني إي دي آي ت نقطة أم أس سي نضغط بالإدخال نوافق على رسالة سطح المكتب الآمن هذه النافذة التي دخلنا إليها الآن وهي التحكم في المجموعات أو مجموعة التحكم في الحاسوب هي متحفقة للأشخاص الذين استخدمون ويندوز بروفيسيوني إذن ننزل بالسهم مباشرة نوو 1. Configuration Ordinator Configuration Ordinator Computer Configuration نوو 2. Parametro Logcial Parametro Logcial الخيار الأول طبعا ننزل بالأسهم الثاني Parametro Windows Reduit 2 Sur 3 Niveau 2 لا يهمنا ننزل للخيار الثالث Model Administration Reduit 3 Sur 3 Niveau Model Administration Administrator Template نفتحها بالسهم الأيمن ننزل إلى غاية System نفتحه بالسهم الأيمن ننزل إلى غاية Gestion d'alimentation إدارة الطاقة نفتحها بالسهم الأيمن ننزل إلى غاية Paramètres de la V3 Paramètres de la V3 Sitting to sleep أو ما شاكل ذلك بالإنجليز مباشرة نضغط Tab مرة واحدة لدي 20 عنصران في هذه اللائحة 10 عناصر متعلقة بالإعدادات المتعلقة بالحسوب عندما يكون متصل بالتيار الكهربائي و10 إعدادات متعلقة بالحسوب عندما يكون متصل بالبطارية سننزل إلى أن نسمع الخيار الرابع اسمه المطالبة بكلمة السر عند الخروج من السكون عندما يكون الحسوب متصل بالتيار الكهربائي أنتم سيتكون عندكم Non Configuré غير معدلة نحن نضغط على إدخال هنا Non Configuré نضغط بالإدخال أنا قال لأكتيفي لأنني قمت بالتعديل عليها سابقا نضغط بالإدخال هنا Paramètres Precedent Alt Plus M الإعداد السابق طاب Paramètres Suivant Bouton المعداد التالي ليهمنا طاب Active Bouton Radio Cache Alt Plus A يكون هكذا Non Configuré Bouton Radio Cache ننزل بالسهم الأسفل Active Bouton Radio Cache Disactive Bouton Disactive الآن لو تركتها Disactive ودغطت على الطاب لغاية OK عندما سأقوم بجعل الحسوب في وضع السبات أو السكون وسأضغط على زر التشغيل لن يطالبني بكلمة السر سيدخل مباشرة إلى سطح المكتب أنا أريد أن أتركه افتراضيا كما كان يعني يطالبني بكلمة المرور عندما أقوم بتسجيل الدخول أنتم إذا لم تكنوا تريدوا هذه الأشياء قموا بهذه الإعدادات أتركه Non Configuré أفضل ثم طاب إلى غاية OK Add OK Bouton Espace Editor de Stratege قلنا هذا خيار متعلق بعدما يكون الحسوب في التيار الكهربائي ننزل إلى غاية نفس الخيار ولكن على البطارية Disactive Demandé un mot de passe Lorsquan ordinateur sort de la veille Surbatterie Etat Active Comment هذه Surbatterie نضغط بالإدخال الخيار 16 الخيار 16 أو العنصر 16 نضغط بالإدخال Demandé un mot de passe ثم طاب Anulie Bouton إلى غاية Parametro أجعلها Non Configuré أو Disactive Disactive سيكون طلب كلمة سر معطل يعني لن يطلب مني أي كلمة سر وإذا كان Non Configuré سيكون كما كان عندي سابقا إذا كان عندي كلمة سر يطلبها مني ثم لم تكن لن يطلبها أي شيء أتركه Non Configuré ثم طاب إلى غاية OK أنتم إذا كنتم لا تريدون أن يطلبكم بكلمة المرور اجعله Disactive نغلق النافذة بألط F4 ونكون قد أنهينا شرحنا لهذا اليوم بالتسجيل المقبل سنتحدث عن خيارات الدخول وهذا الموضوع سيعنى به الأشخاص الذين لم يقوموا بالتعديل على الموضوع المتعلق بطلب كلمة المرور سواء في تشغيل الحاسوب أو بعد إخراجه من السوبات والسكون سنرى ماذا يقصد الويندوز بطرق الدخول وكيف نقوم بإعداد تلك الوسائل المتاحة لتسجيل الدخول إلى ذلك الحين دوموا بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته